أربعة أشياء قولاً وخالفوني فيها فئلاً أحدها أنهم قالوا إنا أبيد لله تعالى ويأملون أعمال الأحرار والثاني قالوا إن الله كفيل لأرزائنا ولا تطمئن قلوبنا إلا ما أشيء من الدنيا والثالث قالوا إن الآخرة خير من الدنيا وهم يجمعون المال للدنيا والرابع قالوا لابد لنا من الموت ويأملون أعمال قوم لا يموت قال الشاعب لأمري لقد نوليت لو كنت تسمع ألم ترى أن الموت ما ليس يدفع ألم ترى أن الناس في قفلاتهم وأن المنايا بينهم تتقعق ألم ترى لذات الجديد إلى البلع ألم ترى أسباب الأمور تقتع ألم ترى أن الموت يعتذ سيفه وأن رماها الموت نحوك الشرأ ألم ترى أن الوقت في كل ساعة له آرد في الحلمنية تملأ أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وأملوا وألموا أن الوقت الذي تعيشون فيه في هذه الحياة الدنيا أنفاس مالي لإنسان ولا يقدر بالأثمان وكل مفقود يمكن أن يسترع إلا الوقت فهو إن داء لم يتعلق بأودته أمل ولذلك كان على المسلم أن يحفظه فيما ينفأه في آخرته ودنيا ويسونه أن الدياء بالله والغفل أخي المسلم إن الأمر الذي تعيشه هو مزرأك التي تجني ثمارها في دار الآخرة فإذا زرأته بخير وأمل صالح جنيت السعادة والفلا وكنت مع الذين ينادى عليهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلبتم في الأيام الخالية وإن دياءته في الغفلات وزرأته بالمآسي والمهرمات ندمت على ما قدمت يداك حيث لا ينفأك الندم وتمنيت الرجوع إلى الدنيا لتعمل ولو حصنا واحدا ولكن حيهات حيهاتا أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فضوقوا فما للظالمين من نسي أمة الإسلام إن المسلمين الحق يحفظ على وقته محافظة شديدا لأن الوقت أمره فإذا أضاء منه ولو شيئا يسيرا في غير ما شرعه الله كان عليهم حصرة وندامة يوم الإيام وكل ساعة تمر على ابن آدم تقربه إلى الآخرة وتبعده من الدنيا قال أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم إنما أنت أيام كل ما مدت منك يوم مدى بعده وقال الحسن البصري رحمه الله ما من يوم ينشق فجره إلا نادى يا ابن آدم أنا خلق جديد وأنا أملك شهيد فتزود بأمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة فقريب شأن هؤلاء الناس كيف يلهون ويلأبون ويركدون وراء الشهواتهم والموت تأتيهم بقتة وهم لا يشعرون وينسون ويؤردون وكل ذرة من أعمالهم محصوبا يوم يبعسهم الله جميعا فينبئهم بما أملوا أحساه الله ونسوا والله على كل شيء شهيد وفي الحديث السحي عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما أبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفنع وعن شبابه فيما أبلع وعن ماله من أين اتسبه وفيما أنفقع وعن علمه ماذا أمل به بأي جواب سيجاب من أفنوا أعمارهم وقتلوا أوقاتهم وأبلوا شبابه فيما يسقط الله من الأقائد الفاسدة والبدأ المنكرة والأفكار المفسدة والأخلاق السيئة والأأمال الرزيلة اللهم عز الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودم من أعداءك أعداء الدين وانصر إبادك المؤمنين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واعفظ أئمتنا ولا تأمورنا اللهم غفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحيا منهم والأموال اللهم وفق المسلمين لوكو تنسا ين كغاوة جمعة تاداوتو سابواتي باوانا جمعة باتي سن ننكوما آلن دا الله مطوكا كنسر كي يسا دلي داوني دلي ني كيبار زوا سن نسي وني يبيوبا ديوا داكتكي مطا نمو جنجي نوا وجان أبندي شافة سنن لسافي نباتولي سي لسافي يو قاتي موسو جي يمانا درن جمعة داكالي يوا يو مانا رانا جمعة ينزيد دا دارالانا تافاتي بابو ما كان جمعة أباكي دا مش غدران أصبرني باسي قرر في غو ماشا بيباني تاي أنا تكي جمعة آآ ونن اللي سافن توراواني كاسانسو توراواني سي سا أتألون موطن ننسو أقويمي أشرين دا تقوز أقويمي أشرين دا تارا أقويمي تلاتين أقويمي تلاتين دا سي كوما الله اناشي لسافي نووطن ني كو دمي أشرين دا تارا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر